السلام عليكم و اهنا و السلام فيكم في قناة ناصر اكس بوك زون بعد التريلر الجميل والخفيف اللي شفناها للعبة دبكون في عام 2021 اللعبة دخلت مخي و عجبتني بسبب طريقة الرسوم الموجودة فيها لانا بعد ذلك اعتبر نقطة ضعف عندي انا بشكل عام بحب الالعاب اللي بتمير رسومها تكون رسوم كرتونية فكنت وقتة مني يعني من هداك اليوم وقت الكشف كنت بدعي ان نشوفها ننزل على هالجيمباس والحمد لله بعد مرور اقل من سنة هنا شفنا اللعبة نزلت على خدمة الجيمباس فصحت للفرصة لنلعبها وبعد ما لعبتها و ختمتها وصلت لنهايتها عبيت اشارككم برأيي فيها و اعمل ريفيو ان شاء الله يكون خفيف و لطيف اللي ممكن ان شاء الله برضو انه يساعدكم باتخاذ القرار انكم تلعبوها او لا بس قبل مبلش لو سمحتوا ما تنسوني في زر اللايك بالاضافة انت كنت مشاهد جديد لو المرة بتشوف القناة والمحتوى اتمنى تضغط على زر الاشتراك فخلينا نبلش مباشرة بهاي الريفيو اللي راح ادخل مباشرة فيه الصميم ان احنا منلعب فيه شخصية اسمها آلي و ليس علي يعني يمكن انت اذا بتلعب هاي اللعبة تقرأ اسمها علي بس اما فعليا هي اسمها آلي وهو اختصارا لأليسون و ليس يعني عشان مبدئيا بدي انه نقطة النقاش اللي ممكن بعض الناس يستعملوها انه يقول لك ان اللعبة فيها اجندات باستعمال عرب يعني بشكل او باخر لانه لما تلعب فيهاي اللعبة راح تفهم وين القصة بتوديها فانا بس عشان تكون امور واضحة اسم هو آلي و ليس علي فمشان هيك يعني حبيت انهي هاي النقطة اللي اختصارا هي آلي زي ما والدتها بتناديها هي بنت مراهقة ممكن نعتبرها وضع طبيعي في فترة التسعينات اللي اللعبة بتعيشنا اياه في زمن بداية نشوف ان التكنولوجيا عم تدخل عالمهم نوعا ما عالم التسعينات منكتشف طبعا فيه شخصية أليسون قبل ما انها تغادر معسكرها رايحة الى معسكر تدريب موسيقى منكتشف انه محل والدتها محل العيلة اللي هو محل تأجير وبيع أشرطة أشرطة منكتشف انه راح يتم السيطر عليه من قبل هدولة الناس طبعون المصاري اللون شاكس اللي بيعيروا الناس مصاري هدولة جماعة جايين عشان يسترجعوا ديونهم من الوالدة تبعة ألي وطبعا هم يعني مطالبين من ببلغ جدا كبير ومدة ان يحكي المهلة السادات جدا قصيرة فالوالدة توقع بمصيبة من ناحية انه احتمال انه تخسر محلها فانت بشخصية أليسون هاي البنت المرضية بتقرر انها تساعد والدتها ومن باب الصدف يعني بتكتشفع وتتعرف على شخص مشبوح في أمره بيستغل الموقف تبعك وبيقناعك انه الحل الوحيد لتجميع المصاري وانك انت تسرق وتغوش وتنصب عشان انك انت تقدر تجمع المبلغ المطلوب اللي هو قريبا سبعة وتسعين ألف دولار وعلى الرغم من انه مبدأ السرقة هو مبدأ خاطئ وممنوع بشكل عام وخاص شو ما كانت الاسباب والحجة بس القصة بتقدمنا الحجة تبعت عملية السرقة بطريقة تعتبر خفيفة وجميلة لدرجة انه ايريسون بتبين بالنهاية لان هنا شخصية محبوبة وحتى استغفر الله انه ممكن نحكي انه حجتها مضررة في افعالها وتصرفاتها طريقة اللعب تبعتنا في لعب The Beacon هي جدا بسيطة يعني ما فيها نحكي تفاعلات كتير قوية رح يكون الامور فيها هي عبارة عن نشاطات انت بتسويها من باب انك انت بدك تعمل pickpocketing او انك تسرق اجيوب هدول الناس اللي رح يكون موجودين في مناطق اللعبة طبعا هي عن طريق ميني جيم صغيرة من ناحية انك انت بالضغط المستمر على كبسة الواي من الكنترولر بتبلش تعبي مؤشر لتوصل بالنهاية للشريط رح تشوف انه هذا الشريط فيه محرك او مؤشر بتحرك ضمن نحكي اطار هذا بدك انت توقفه ضمن مؤشر لونه بنفسجي عساس انك انت تضمن نجاح لعملية السرقة كل ما زادت كمية المصاري اللي موجودة مع هذا الشخص بيكون المؤشر هذا لنحكي فترة السماح تبعته ضعيفة فمشان هيك بدك تكون جدا حذر من ناحية انك انت اللحظة المناسبة اللي انت توقف هذا المؤشر فيه اي مكان خارج هذا الشريط البنفسجي رح يخلي عملية السرقة تبعتك تفشل يعني وبيصير هذا الشخص بالنهاية طبعا بيكتشفك وبالقوطك بس ما فيه تعتبر نوع من انواع العواقب يعني ما تفكر حالك رح يناديلك شرطة ويحبسوك ويتم محاكمتك لا بينما انه بصير هذا الزلم يحذر منك وبالتالي رح انك انت ما رح تقدر تسرقه المرة الثانية فعشان هيك بدك انت غير من الدسكايز تبعك تلبس تنكر يعني قناع أو طقية واي شيء يمكن يبين بشكل كوميدي انه كيف بده يغير شخصيته بس اللعبة شو ما لبست شخصيتك اذا بده اعتبر كأنك شخصية جديدة بالاضافة للنشاط الثاني انك انت رح يكون عندك مخطر عنك انت تتجسس وعن ناس وتكتشف ايش هم اللي بدهم اياه او بيحتاجوه بشكل او باخر اي اشي معين ممكن يفيدك بالنهاية اساس انك انت تسهل عملية نصبك عليهم ممكن يدلوك على مكان اغراضهم تروح انك تسرق هذول الاغراض بشكل انك انت تسرقه بشكل مباشر او انك تفتح شنطيهم عن طريق انهم بصيروا يحكوا ارقام السرية لفتحها رح تشوف فترا مواقف لاب غني عنده استعداد ان يدفع مبالغ خيالية عشان يعطي بنته الدلوعة اي اشي هي بدهيها فطبعا انت عن طريق تجسسك ليلو او عليه بتكتشف انه هذا الزلم عنده مبالغ معينة من المصاري وعنده استعداد يدفع مبلغ اعلى بكتير من المبلغ الاول اللي حكى لك اياه فبتصير عندك القدرة على انك انت تبتزه مقابل هاي اللعبة اللي هو الزلم بديو يشتريها عشان يرضي بنته وهذا طبعا رح يكون فيه ايلود مشابيه تاني من الشخصيات المختلفة بمواقف ونحكي شغلات انت برضو رح تكون قادر على انك انت تستغلها لمصلحتك عشان تجمع اكبر عدد ممكن من المصاري طبعا الميني جيم لعملية السرقة اللي انا حكيتها سابقا هي يمكن الاشي الوحيد اللي يعتبر تفاعلي موجود في هاي اللعبة اذا ممكن نعتبرها هي اكتر اشي انت رح تضلك تسويه انا شفتها حتى من نسبة لي اكتر اشي ازعاج كان انا بعتبره بسبب انه في بعض المواقف وبعض الشغلات كان هذا المؤشر ما يكون فيه الوقت الكافي للي اني اوقف في المنطقة البنفسجية والمنطقة الصحيحة فكان للأسف انه يتعرض اني انا اتمسكه اكتر من مرة فكنت اشوف انه بنهاية اللعبة ترميني في العقوبة الاقصى اللي ممكن نعتبرها وهي عقوبة انه بيخلينا تشتغل في محل الفيديوهات محلات شبيهة بمحل والدك عن طريق انك انت بدك تصير ترجع شرط الافلام الى البداية اللي طبعا للناس اللي عاشوا في زمن التسعينات وزمن الاشرطة هاي بيعرفوا شو المقصود فيها انه كيف كنا لما نستأجر هاي الاشرطة لما نرجعها للمحلات كان جزء من الاداب والتعامل يعني من باب الناحكي الادب ترجي هذا الشريط الى نقطة بدايته من اوله يعني قبل ما انك انت تسلمه للمحل وترجعه فكان الموظفين يعتبروا الناس اللي برجعوا الاشرطة يعني في نقطة النهاية تبعتها بدون ما يرجعوا لنقطة البداية يعتبروا ناس مش مؤدبين وناس مش مناع يعني هاي يعتبر زي نقطة هيك فيها ترجيع للماضي الغابر فهاي هي عقوبة اللعب نوعا ما بتعايشك في هذا الجو اللي كان مع تكرار انه كنت انمسك يعني نوعا ما شفت كتير مزعجة بس الحمد لله يعني فيه طريقة انك انت عن طريق السيتنجز والاكسيسابيليتيز انك انت تطفي هاي اللعبة فبصير عملية الصرقة هي فقط وانك كبسة بسيطة على الواي فبصير اليس انت تقدر تسرق المصاري بدون اي ازعاج بوجهة نظري يمكن بعتبرها نقطة القوة في لعبة كانت موجودة من اول ما انا شفتها من ناحية جمال رسومها اللي انا بعتبرها هاي رسوم الكرتونية اللي كتير بريئة وبالاضافة لما لعبتها شفت انه كتابة النصوص كانت جدا جميلة بعتبرها كانت رائعة وكوميدية بشكل جدا جميل رح تشوف نحكي مجموعة من الناس والشخصيات ويمكن على الرغم من تشابههم من ناحية التصميم رح تشوف انه كل واحد له شخصية مميزة شخصية مضحكة مختلفة بشكل او باخر طبعا هدول الناس لما تقابلها رح تكون هدفها الاساس انها تسرقهم وتنصب عليهم بس رح نشوف انه في ناس حتى انت قادر انك انت تساعدهم باتخاذ قرارات مصرية في حياتهم طبعا في تقدمك مناطق مختلفة رح يكون في ناس مثلا رح تساعدهم على انهم يتركوا الدخان او واحد تاني يدخل في مجال الكوميديا وشخصيات تساعدهم على انه يرتبطوا مع بعض وشخصيات تانية هلما جرى هاي الشخصيات طبعا رح تكون متعددة ورح تشوفها على مدار المناطق المختلفة اللي انت رح تمشي فيها للأسف على الرغم من قوة الكتابة والنصوص ما بين هاي أليسون والشخصيات التانية حسيت اللعبة هون رح تكون ظالمة لأي حدا مش قوي في اللغة الانجليزية لانه اللعبة ما فيها دعم للغة العربية من ناحية اذا انا عم بوجه هذا الفيديو للعرب اللعبة رح يكون تركيزة على اللغة الانجليزية فمشان هي قوتك في ناحية عمقك في هاي اللعبة رح يكون بناء على قوتك في اللغة الانجليزية رح تشعر ان اللعبة هاي احيانا رح تكون مش مفهومة لأي لك اذا انت ما كنتش فعليا قادر انك انت تترجم كل اشي عم بنحكالك لانه الاهداف المطلوب منك حتى ما بتكون معروضة لأي لك بشكل واضح وقوي هي عبارة عن رؤوس اقلام بتحدد الاشي المطلوب بشكل عام بدون ما يكون في حتى تخصيص لهذا الموضوع وكانت النقطة برضو التاني المزعجة للي بعتبر انه بسبب عدم تواجد خريطة صغيرة للمناطق اللي انت رح تلعب فيها كنت احس انه اللعبة احيانا بتضيعني من باب انه ما كانت تتبين كل النقاط اللي انا بقدر استكشفها في مناطق اللعبة طبعا اللي انت مناطق رح تمر عليها فعليا هي منطقة البداية مدينتك بعدين رح تروح لمول بعدين رح تشوف قطار بعدين رح تنتقل اخر اشي نوعا ما الى مدينة شبيها بمدينة لاس فيغاز يعني رح يكون في اخرة حتى كازينو رح تكون قادرة انك انت تسرق الناس اللي موجودة فيه وتنصب عليهم هدفك الاساسي اكيد رح يكون هو انك انت تسرقهم بس للاسف بسبب عدم وجود خريطة كنت احس انه ما كنت عارف وين النقاط الاساسية اللي مطلوب مني وين المناطق اللي انا ممكن حتى اني اروحها فكان يطلب مني الحكي عملية استكشاف ومسح للمنطقة من حدودها من يمينها ليسارها من فوقها لتحد عساس اكتشف حدود الخريطة واعرف وين الاماكن اللي انا بدي اياها طبعا لعبة بيكون من ايجابياتها اللي انا بعتبرها وهي عائدة بسبب نقطة سلبية ممكن نعتبرها بسبب قلة الجيم بلاي الفعلي اللي موجود فيها لانه زي ما حكيت هي عبارة عنك انت بدك تسرق ناس فمشان هيك شفت انه المدة الزمنية تبعتها لوصولنا لخط النهاية اللي احتاج مني فقط يمكن اربعة الى خمس ساعات يعني كان هذا ايش جدا جميل لانه اذا كان اكتر من هيك رح تصير اللعبة مملة فشفت انه المطورين يعني من ناحية انه تصميم من هاي اللعبة حسيتهم بيحترموا لوقت اللاعب بدون ما يكون فيه تضيع لمطمطة فعليا ما الها داعي بس اذا بتطلع طبعا على اللعبة من ناحية الاتشيفنس وهذا جزء انا بعتبره قوي من شخصيتي بحب ان اختم الالعاب بشكل كامل هاي اللعبة اتوقع رح تحتاج اكتر من اربعة وخمس ساعات رح تحتاج امكان عشرة اساس انك انت تختم كل الاتشيفنس اللي فيها رح يكون اكيد طبعا انك انت لازم تتفاعل مع كل الشخصيات الموجودين في هاي المناطق انك انت تساعدهم على انهم يعملوا او ما يعملوا بعض الشغلات برضو بالاضافة الى لازم تجمعهم في مناطق اللعبة المختلفة اللي للأسف ما فيه اي دليل واضح ممكن انه يرشدك ليلهم فمشان هيك لهذا الحكي اتوقع رح ياخد اكتر من عشر ساعات عساس انك انت توصلها نوعا ما من ناحية مشاكل تقنية انا وجهت فعليا في هاي اللعبة تنتين منهم اول ما شغلت هاي اللعبة علقت اللعبة في لوب من ناحية انه كان شغال بشكل مستمر وما كانت اللعبة راديو تدخل واضطررت حتى انها مسحها وارد نزلها مرة تانية بس للأسف استمرت المشكلة بعد ما حاولت اكتر مرة تركتها ورجعت لها بعد كم من ساعة ولقيت المشكلة لحالها انحلت بدون اي سبب منطقي والمشكلة التانية كانت متعلقة في جزء مرتبط في مبدأ لعب اصلا موجود في هاي اللعبة وهي عملية النصب المتعلقة انك انت بدك تضحك على موظفين المبيعات الموجودين في محلات اللعبة المختلفة من باب انك انت بدك تطلب منه انه يصرف لك مبلغ معين وبدك طبعا تصير تنصب عليه او تسليه او تضحك له بشكل او باخر عساس انه يلتهي ويصرف لك المبلغ الخطأ فكان جزء طبعا من الانتراكشن طبعا انك انت بدك تركز على المؤثرات الصوتية اللي بتطلع منه لانه اكيد النعبة خالية من اي حوار يعني ما فيها حكي فمشان هيك رح اكون فيها مؤثرات صوتية هاي المؤثرات بدك تكون يعني تنتبه لها بناء على رح تختار الاشي المناسب سواء انك انت ممكن انك انت تلهيه عن طريق انك تحكي ايش يشتت انتباهه او انه يضحكه او انك انت تسيبه ويكمل العد اذا كان الزلم معصب فكان هذا المؤثر الصوتي اذا ممكن اعتبره احيانا ما كان يطلع بشكل واضح واحيانا حتى ما كان يطلع بالمرة فكنت احس انه اكون ضايع بدون معرف شو فاليا الانتراكشن الصحيح اللي مطلوب مني اعمله فكنت اتحذر من باب التحذير وهذا الحكي كان يرتد عليه انه الزلم كان يعمل لي كومستير وافشل في عملية النصب عليه يعني ما بعتبرها مشكلة ممكن مزعجة من ناحية انه ما في ايش كان يعطل تقدمه في اللعبة بس انه كان ممكن يعتبر ازعاج من باب انه يعني كان الاولى انه اكون قادر على ان اعرف شو المؤثر الصوتي اللي طلع من هذا الزلم على اساس انا اقدر عمل الانتراكشن الصحيح بس بشكله باخر يعني هذا ايش انا بعتبره يعني مزعج بشكل جدا صغير لعبة دبكون هي لعبة مغامرات رائعة يعني جميلة جدا بتعيشنا في اجواء جميلة في زمن التسعينات تتميز بقصة انا بحكي لكم اياها هي مضحكة ومؤثرة على حد سواء على الرغم من انها يعني مبنية على مبدأ خطأ ومبدأ حرام يعني وهو الصرقة بس اللعبة بسبب نحكي الجو البريء والجو الطفولة بتعيشنا اياها بتخلينا نطلع عليه من باب التساهل والتسامع مشان هيك هاي اللعبة بتاخد على تقيين علامة 8 من 10 بانصح الجميع انه تجرب هاي اللعبة بس للأسف زي ما حكيت قوة استمتاعك في القصة واللعبة والكوميديا تبعها رح يكون جزء له كبير من ناحية قوتك في اللغة الانجليزية بشكل او باخر فكانت هاي هي المراجعة للعبة دبكون اللي بتمنى ان شاء الله انه في نهاية هاي الفيديو والريفيو بتكون عجبتكم في حل لو عجبتكم ما تنسوني لو سمحتوا في زر اللايك بالاضافة انت كنت مشاهد جديد لول مرة بتشوف القناة المحتوى اتمنى تضغط على زر الاشتراك اهلا وسهلا فيكم نشوفكم فيديو محتوى اخر واتمنى لكم كل خير وسعادة والسلام عليكم